الرئيس الجزائري يرد على دعوة الملك محمد السادس لفتح الحدود ويعلق أول مرة على اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء في أول تعليق له على اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء قال الرئيس الجزائري عبد المجيد أن الأمر يعتبر لا حدث الرئيس الجزائري وخلال مقابلة مع وسائل الإعلام الجزائرية قال أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وهل يمكن للمغرب أن يعترف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي إسرائيلية واعتبر الرئيس الجزائري أن قضية الصحراء المغربية يجب أن تحل على المستوى الدولي وفي مجلس الأمن وقد أجل الرئيس الجزائري عبد المجيد مقابلة مع وسائل الإعلام محلية وأذيعت على التاسعة من مساء أمس السبت وتترق الرئيس إلى عدة مواضيع خلال المقابلة ضمنها طبعا قضية الصحراء المغربية والعلاقات مع المغرب اشتركوا في القناة